السلام على سيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صديع النبي وآله علم الحلائق وحصول سيدي سمو وقفت علينا بمراكات العلم وقسم أخلاقنا بالحلم يا رب لا تنعنا على ني منع ولا تقفت علينا بعائق ورزقنا اللهم جلدا وصبرا وإتقانا وإخلاصا في طلب العلم آمين ثم أما بعد حقيقة في هذه الأجواء المباركة وهذه النفحات ومدرسة الحج المباركة فنسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وإن كنا لم نذهب فالقلوب معلقة يا راحلين إلى البيت العتيقي لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إن أقمنا عن عزر وعن قدر ومن أقام عن عزر كمن رح فنسأل الله أن يعيد علينا الأيام بخير ويمن وبركة وأمن وسلام سألنا المولى عز وجل لنا ولكم العافية والانتفاع بالوقت والإخلاص لله في أقوالنا وأفعالنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجديدة حقيقة الأسانيد الحلقة الثالثة من تكوين الملكة الحديثة طبعا حقيقة ننبه قبل البدء على منظومة علم الحديث المباركة وكيف يصل إليها الباحث الجيد خاصة وأنا بأجد سؤال يلح علينا إن غالب الطلاب ما عندهم قراءات أعني بالكتاب وأنا أمس كنا في معمل التخريج أو في محمد عن التخريج في كلية أصول الدين كان بعض الطلاب يظل ساعة في مسند أحمد أو في سنة أبي داود لا يعرف أن يخرج الحديث لا لشيء طالب قال لي أنا لا أحد ولا محاضرة فكيف يعني أن يبغي ذاكم العلم بدون حضور وبدون قراءة أيضا في مسألة يعني مسألة الكتاب الورقي حقيقة أنا من خلال فضوء الخبرة يظل الكتاب الورقي هو يعني ضابط لطالب العلم يعايشه ويعايش الورقات خاصة مع إعطاء الروابط فممكن الطالب يكون لأن بعض الطلاب الآن كالف بالمكتبة الشاملة ويقول أن عندي مكتبة بها مثلا 20 ألف كتاب 40 ألف كتاب 60 ألف كتاب ما الفائدة لا فائدة تذكر كان الأولى من كل 60 ألف كتاب أن تقرأ ولو كتاب في مصالح الحديث يعني لو تقرأ اقتصار علم الحديث تتقنه أو تتقن تدريب الرواب يجلع عن 60 ألف كتاب ما الفائدة أن تقول عندي نهر ولو شربت ماء يعني ما ينفع يعني كالعيس في البيداء يقتلها الزمة والمو فوق رؤوسها محموله فهذه إشكالية أن الطالب يعني يصل إلى بغياته من العلم بالمنهجية تكون الملكة عبر منهجية أنا طالب العلم المبعثة يقلقني لا أحب هذا لأن في الغالب يضيع العمر والأوقات بلا سمرة لأنه لا يوجد عنده منهج الوافدون لا يعرفون مصالح بيليا مصالح بيليا عندنا ده جزيء صغير جدا بيكون عند الميكانيك السيارات هذا المصالح للولد الصغير الذي يأتي يكون في سن العاشرة من عمره أو السنية عشر ومثلا يخرج من الإعدادية من التعليم النصري ثم يكمل في الورشة اللي هو تعليم يظل هذا الولد حوالي عشرة آلاف ساعة يا ابناء يركزوا معي عشرة آلاف ساعة تطبيقي والله سألت بعض بيليا قال لي يا سيدي أنا منذ سمانية أعوام آتي ما عدا يوم الجمعة والأحد تقريبا آتي من التاسعة إلى الحادية عشر يوميا ما شاء الله يعني شيء عجيب يا ابنائي حقيقة أن الطالب بيصل إلى من خلال التطبيق أذكر أن مهندسا في ميكانيك السيارات أخذ ماجستير في الميكانيكا يعني حاجة تعليمية كولية الهندسة فكنا بصدد السير معا وكان عند السيارة فكنت لو فيه إشكالي أذي يا مولانا أنا لا أعرف أنا درست نظريا فأصبح بيليا خريجي الإعدادية أتقن منهم بلا هل ندعو نقول الله ما جعلنا كبير أعني يا مشايف لا تنظروا إلى الظاهر انظروا إلى الإتقان إن عشرة ألاف ساعة وفعلا جمعة هارفرد الأمريكية والبحث عندي إن قالوا للسلزام تكوين ملكة يستلزم عشرة ألاف ساعة حتى قالوا إن جراحات المخ والأعصاب الدقيقة تستلزم سبعة عشر ألف ساعة فطلاب طالب العلم الذي الكتاب بعيد عنه لا يقرأ لا يمارس عبر منهجية اللي هو عمل إجرائي من أجل ذلك حقيقة بعد المصالح من الشيخ وكما كنا يعني لو عرض سريح تكلمنا عنه فيه اختصارهم الحديث إن فيه كتب خاصة الشيخ ابن حجر وكتاباته الشيخ ابن حجر كأنموذج للمدرسة التطبيقية خاصة في كتابه النفيس المتقن والطلاب يعني قلما يلتفتون إليه يعني النكت على ابن الصلاح والعراق المجلدين هذا يعني من الكتب المحرار الشيخ جدا كان سوا على سوقه وأتى بخلاصات خبراته حتى يقول في ضوء الاستقراء في ضوء السبب في ضوء المعايشة كثيرا ما ينص على هذا إن كتاب النكت وسبحان الله لو قرننا بين النكت الوفية وهو له أيضا وبين النكت له هنجد يا بعد ما بينهما وذلك للمفارقة بين اللغة الشرح ولغة الكتاب يا أدناء لأن بعض الطلاب يسألني بيقول النكت الوفية في مجلدين أيضا للبقاعي كانت درسي للشيخ في شرحي الألفية والبقاعي يكتب وراء الشيخ حتى تجد إن قلته من كلام البقاعي يعني لا يتجاوز حوالي 27 موضعه قليل جدا في خلال مجلدين لغة الكتابة أدق اللي يتجد بعض الطلاب يقول لي كأنه ليس من كلاب النحجر لا هذا من كلاب النحجر في ضوء الشرح إن العالم بيأتي ما يستحضره بخلاف لغة الكتابة ومعه المصادر ويراجع هنا ويراجع هنا وعنده مثلا معلومة هنا يأتي بها فلغة يعني حتى لغة الشرح تختلف عن لغة الكتابة واضح يا مشيخ؟ في ضوء يعني بعد الاختصار من الحديث أنا أعطوكم بس خريطة منهجية يكون النوكة الوفية ولو أني طالب يعني أخذ التدريب كمرحلة لبأس تدريب الراوي ألفازه سهلة تدريب ما شاء الله سيوتي لغته سهلة في العلم ليست لغة صعبة أو مثلا فيها تعقيد أو يعني إضاءة يعني لغة بسيطة جدا الشيخ السيوتي حقيقة رحمة الله عليه يمتاز بعزوبة ألفازي وثلاثة الكتابة فلو أخذ التدريب بعد ارتصار من الحديث ثم ثلثة بالنوكة الوفية المجلدين والكتاب المشيخ يقرأ كاملا السيدة رحمد معمد يقول المقرر أتعبنا الملغي والمحذوب طالب يخرج أنت طالب خلاص لما يتعلم يستبعد مسؤولة المقرر وكل هذه الإشكالية يقرأ الكتاب كاملا بعض الطلاب بيستصعب خاصة من الوافدين بيستصعب القراءة الكتب أو المجلدات يقول لك يا سيدي صعب جدا صعب دي يا مشيخ العلة إيه الأولى بيطالب العلم أن يسير عبر ثلاث خراءات إنه طالب العلم لغة الأزهر الشريف وكما علمنا من كرام الشيوكين وهذا مسجل سواء فيه من إضاءات سيدنا الشيخ محمد عبد الله ديراز أو الشيخ أبو الزاهرة أو مولانا الشيخ محمد محيد نعبد الحميد كل الجيل الجيل مبارك والشيخ عظيمة رحماته الله وسحبه عليهم جميعا مسألة ترقي في مساوى القراءة الكتب لا تقرأ يعني دفعة ولا تقرأ بنفس المعيارية خاصة أنا مبتدئ طالب مبتدئ بيكون وهو مبتدئ في الحديث أو في التفسير أو في أي علم بيحتاج الأدوات سواء عبر أدوات اللغة أدوات المنطق الأدوات العقلية شيئا فشيئا من أجل ذلك وقالوا وطول زمان للعلم بيستغرق زمن ما يقول أحد مثلا مسألة الدورات السريعة ماذا جنت ماذا جنينا منها لا شيء ولك كيف تكون فقيها في يومين كيف تكون محققا في أسبوع في كتاب منشور بهذا الأنوان كيف تكون محققا في أسبوع وإن لله وإن إليه رجوان هل فعلا تم شيئا هذا هذا من قبل الدعاية فإشادة مشايخ أن بعد هو يناسب المبتدئ القراءة الحرفية أعني القراءة التحليل يحلل لغة العلم ويعتني بما يتعلق بالسباق والإحاق وسياق النظم للغة الكلام كتحليل سواء في ضوء العبارة في ضوء المنطوق في المفهو الطالب لو ظل على هذه القراءة هل سيكون عالما يتخرج الجواب لا يمور يا سيدي اتقل لا أنا أقول من خلال الخبر لن يتخرج يا سيدي ده ظل في الأزهر عشر سنوات خمسة عشر عاما لن يتخرج لأنه هو ما تجاوز اللي هي قراءة العلماء هو ظل في قراءة الحرف وهو يعني متاكئ على ريكتي سهل لأنها لا تتعبوا الأولى بالطالب مع الشيوخ أن يتدرب من القراءة الحرفية إلى القراءة المفهو الطالب الذي لا يخرب لأن القراءة التحليلية أو الحرفية أنا بسميها منطقة رحة أمنة للطالب لا يستدعي له مقرنات ولا يستدعي منه قراءة كثيرة بقدر ما يعرف أشياء وممكن يبلغها لأهل بلده إن عاد إلى بلد يقرأ لهم كما علم إنما هل سيكون مجدداً في العلم؟ هل يعني يعطي بصمات في التراث أو في العلم؟ الجواب لا أنا أشبه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما صح من حديث أبي موسى الأشعاري مثل ما بعثاني الله به النبي قال الطائفة الأولى فكان منها طائفة نقية النبي يمدحها متحاً عالياً صلوات ربي وسلامه عليه قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير لها القراءة المفاهيمية والنقدية الطائفة الثانية كما في الرواية أجادب أو إخاذان في اللفظ الحديث ماذا صنعت هذه الطائفة؟ أمسكت الماء فقط يعني الطالب يأتي الوافد يتعلم لغة القراءة التحليلية لا يتجوزها ويعود بها إلى بلاده وليس في الإمكان أبدع بما كان يظهر لخمسين سنة إلا أن يلقى ربه وما تخرج أحد وسبحان الله مشايخ لأنه إذا لم تضف شيء الضوء بيقل ركزوا معي يا ابنائي الطالب هنا مع الشيوخ عنده إضاءات طالما هنا في الأزهر مع الشيوخي ومع العلماء ويحتكي بزملائي ويقارب عندما يصل إلى بلاده أنا أقول يمر عليه عام فقط تجد عنده اللغة قل الحرص على القراءة يقل اجتهاد يقل أشياء كثيرة فتجد أن حد مساوى القراءة التحليلية ضعفت بنسبة 60% في العام الأول وتظل تضعف تضعف إلى أن يكون على الأقل يأتي بمصالحات الكتاب للطلاب لأن الطالب ما غير المفروض فكان الأول من الطالب أن يتدرك إلى القراءة المفاهيمية وأعنى مشيخ قراءة المفهوم اللي هي القراءة المقارنة يكون وأنا بقرأ مصحضر الشيخ ابن حجر هنا مصحضر العراق مصحضر السيوت مصحضر الخطبي البغدادي اللي هي قراءة المقارنات بعد القراءة العميقة وصلنا إلى قراءة المفهوم أصبح عندي مفاهيم وكيف تتطور المصالحات هذا شيء عجيب ولو أردنا أنموذك صغير جدا الشيخ الزهبي في مقدمة ميزان الاعتدال وهو في إبان ترجمة إبان ابن تغلب الكوفي فلانا صدقه عليه بدعته فقال إن مفهوم التشيع ومفهوم الرفض وبيعطينا دلالات مفاهيمية الطالب بعد هذه المرحلة ومع الوقت والخبرة بيصل إلى القراءة النقدية أعني القراءة الحاكمة أعني قراءة الكملة من علمائنا يا سيدنا إذا لمن الصحب هذا أعني لا المفاهيم ولا النقد تصير لك مشاركة في العلم يعني إيه مشاركة مشاركة يعني ممكن على الأقل ممكن تشرح مثلا بعض المصالحات إنما تكون لك إنتاج نقدي أو إنتاج علمي أو شيء تجديد في حلقات العلم الجواب لا وأنا أذكر مثال على ذلك الإمام المناوم عبد الرغوف رضي الله تعالى عنه أستاذي في الماجستير أعني فيض القديث رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلوم حقيقة كان معه كل الأدوات فقيه شافعي رسول الفقه اللغة كل شيء ولكن مولانا لم يعمل الجانب النقد واكتفى في الغالب بالنقول عن السابقين خاصة ابن العلقمي والإمام ابن حجر ومن سبقه إضاءاته قليلة جدا يعني إضافاته ونقد المفاهيم من أجل ذلك لا تجد له كشهرة في الحديث رغم له إنتاج سواء الفيض وغيره ولو في المصلح ولا تجد حتى لها ذكر في المحفل الحديث أو الدرس الحديث لعدم تجويد الملكة النقدية فالطالب يحاول أن يترقى معه ويكون هذا استشكال في عقله إذا لم يترقى يسأل الأستاذ يا أستاذي أنا بقالي سنة لم أترقى في العلم فيه إشكالية عندي هل أنا أقرأ في طريقة خاطئة يعجبني الطالب عنده ثقافة التساؤل هل أنا أسير في خطأ هل أنا أسير على نصة مستقيم ولا أنا أتراجع فهذه لابد أن يكون من الأسئلة الملحة على طالب العلم هل أنا أسير في مرحلة الإنتاج وهل بعد فترة يعني سبحان الله يفتح الله لك ولا أنا أقرأ بطريقة خاطئة فهذا مهم جدا مشايخ اللي هو نوع القراءة النقطة الثانية مسألة التكامل بين الحلقات الأرباح أعني الحلقات أعني المصالح مع مشايخ التخريج مع الأسانيد مع العيل بهذا النسق الطالب فعلا يستطيع بعد فترة يستطيع أن يحكم على المرويات أعني الحكمة الدقيقة في ضوء أئمة النقد الحديث وعني مهمة النقد يعني من أسسوا صناعة الحديث أعني من محمد بن سيرين إلى الإمام الدركة رضي الله تعالى عندهم أسسوا هذه العلوم وعايشوها وصنعوها وأنتجوها واضح مشايخ فبعد المصالح التخريج اللي هو التكامل طبعا المصالحات كشفة عن علم الحديث لأن بعض الأسف إلى يوم الناس هذا بعض الناس يظن أنه إذا أحفظ ألفيت السيوتي أصبح محدثا حقيقة بعض الطلاب إلى الآن إلى الساعة كما قال ذا إلى الساعة يقول لي يا مولانا أنا أحفظ ألفيت السيوتي أنا أمن علماء الحديث لا حاجة لنا إلى علم الأسف ولا أي علم يا أبني من قال لك هذا المصالح كاشف عن العلم المصالح ليس يا أبني لما أقول أقول لك هذا منكر أنا أكشف لك عن يعني تطوير المصالحات إنما لما أعطيك سنن أعني أبا داود أقول لك يا أبني وقال أبو داود هذا منكر وضح لي أبني من هذا وضح لي يا أبني من هذا لن يحف ولو اجتمع من بأقطارها ولو حفظ كل كتب مصرحة لن يستطيع لما أعطيه على أبو حاتم الرازي على أبي حاتم يعني وأقول هذا قال أبو حاتم ابن أبي حاتم وسألت أبي فقال هذا لا يجيب فأقول له يا أبني وضح لي معنى لا يجيب لو ذهب إلى بلاد الواق الواق كما قال أستاذ نطرقه موسى لن يعرف يعني إيه لا يجيب لا يجب لأن المصالح المصالح يا مشيخ كيف هو أخذ من استقراء أمة النقد يا أبنائي ببساطة شديدة المصالح كيف أكون ابن الصلاح ماذا صنع استقراء الكفاية للخطيب البغدادي ومعرفة حلوم الحديث الحاكم والإلمع للقاضعيات 94-95% بنى على هذا يعني لو أنت أعدت أعدت وقدمت ابن الصلاح إلى الخطيب البغدادي وإلى علوم وإلى معرفة من الحديث الحاكم وإلى الإلمع للقاضعيات لن يخلص لمولانا إلا 10% تزيد أو تقيل والباقي من شيوخي هكذا كون المصالح إذا أردت أن أفهمه لابد أن أعود إلى الإطار التطبيقي يا أبنائي يعني هذه يعني من فضوء الخبرة في علم الحديث أود أن أفهم مرة ثانية المصالحات أن أعود بها لمن أسسها كما نقول إن العلم يحاكم ويفهم بأدوات إنتاج المنتجمين البخاري فأعود تني البخاري في التاريخ وفي كتب المنتجمين أعني أبا حاتم الرازي أعني أبا زرعة أعني مسلم أعني أبا داود وهكذا أرجع إليه إذا أردنا أن أفهم المصالحات لأن فعلا حقيقة كان في بعض المصالحات يا مشايخ ضاغطة علي طللت حتى بعد الدكتوراه أحفظها وقد يعني أجود وأستعين بكل كتب الشروح لا أجد من يشفي لي الغلاء يعني فعلا لا أعياء لما دخلنا في الإطار التطبيقي خاصة عند سوفيان الثوري كأموزك أو شعبة وجدت المصالحات سبحان الله صاهرة ووضحت لي وضوح العيال بسبب أن إذا أردنا أن نفع من المصالح نعود مرات الثانية فكان منهاجي من تكون الملكات أن نستطيع أن نصل إلى أئمة النقد نحن الحمد لله مشايخ تجوزنا لأن الأسف في الدراسة الفقهية الفقه الشافعي لأننا نتجوز ننوم نحن الحمد لله تجوزنا أننا نصل إلى مسلم نقرأ التمييز لمسلم ونقرأ أبا حاتم الرازي خلاص الحمد لله وصلنا إلى مؤسسين في بعض الحقول الأخرى في القلوم أعني في أصول الفقهة أو غيره لا يصلوا إلى المتأخرين يعني لا يتجوزوا المتأخرين فالحمد لله رب العالمين أن كون الطالب نصل به إلى أن يقرأ النصوص المؤسسة هذا شيء جيد جدا بل يقول بعض شيخنا لو وصل الأستاذ أن يعبد الطريق لطلاب العلم أن يصل بهم إلى المراحل المؤسسة لا كفى أنه يخلي بين طلاب العلم ويتجوز من إطار المعاصرة إلى المتأخرين إلى من أسس المعرفة ده شيء جيد جدا هذا حتى لو يوجد في التراث الغربي لا يستطيعون حتى في الأدب أن يصلوا إلى الشيكسبير في القراءات الغربية فكونك تتجاوز إلى المؤسس ده شيء عالي جدا أعني بوابة المصالحات والربط بينها وبين الطبي بيأتي التخريج هذا علم قوامه الممارسة من الشيخ والله تقول أنا أقلد لا قوامه تجلس مع الأستاذ أو الشيخ أو كذا وتعرض عليه ويقول لك هذا صواءك بالصيغة هذه اللقيقة هنا فروق متن هنا كذا هذا يقدم خلى هذا المشايخ هيكون عندك معلومات نظرية يليه ما نحن فيه إن شاء الله وسنعرض بإذن الله تعالى هناك في بعض لحن بالبروجيكتور وضوء التطبيق وهذا التخريج يسلم لدراس الأسانيد ودراس الأسانيد ما نحن فيه إلى باب العلال وبذلك تستقيم الملكة عند طالب الحديث يتخرج منها في خلال عامين ثلاثة أعوام ما شاء الله يصل إلى مستوى لا بأس به من المناقدة للأحكام يعرف كيف يوازن بين الأئمة يعرف مفاهيم الشيخ ابن حجر ماذا يعني بهذا الكلام يصل إلى الخطيب البغدادي يصل إلى مثلا قولي ابن مهدي 198 هجرية يصل إلى ابن مير يصل إلى حماد ابن سلم لو ننص ما شاء الله كده هذا ما نبغي يا ما شايت إن بعبر هذه البوابة هي تخرج الطالب حقيقة يتخرج فعلا هذا التدرب معيار التخرج شريطة من الطالب يشترط اللي هو مشايخ ألا ينشغل بغير العلم وأن يبزل الجاهد الكبير يعني مثلا طالب من الوافدين وعنده عسر في بعض الفهم يضاعف الوقت لا بأس يضاعف الوقت يأتي بأسئلة ويقول يا أستاذ لم أفهم هذه هذه فيها إشكالية عندي يا أستاذ أنا أحتاج إلى جانب تطبيقي ما شاء الله يا ما شايخ هيأتي بعد ذلك هيجد ثمرة ويجد شيء عقيل حقيقة أنا لحظته بعض أكراننا يعني هو اعتبر أمر من ومن الوافدين من دولة بن بلاديش كأنموزق يعني وهو دكتور محمد نور الأبصار نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه الحقيقة الشيخ محمد دكتور محمد الآن أنموزق جميل وبديع من الطلاب الوافدين ما زهبته إلى مكاني إلا وأجده ونحن يباني الطالب يعني إن ذهبنا إلى مكان بعيد أجده أسبق مع المخطوطات أجده نذهب معا إلى كان يسكن في منطقة تسمى سجر فريش فكان يبزل جهد كبير جدا ومثلا يتصل بنا وغيرنا ويعني جسند رحمد معبد حفظه الله فكان محمد يبزل جهد غير عادي حقيقة التأثير السمرة أنا أقول من واقع معايشتي لحوالي يعني 28 28 سنة بكتوراه في أصول الدين قراءة التربيح الجامعة التربيح بين الإمامين أعني أبا زرعة وأبا حاتم أمسل رسالة هي رسالة تدكتور محمد مشاهد في باب دقيق جدا لدرجة بعض زملائنا كان يتشدق برسالة معينة فألححت على صاحبها وراجعتها كاملة فوجدت واخد من الدكتور محمد حتى المقدمة نقلها من الدكتور محمد بدون عزو هذا طالب وافد أنموزك فأنا بشحز طلاب العلم في نمازجه يعني ما شاء الله فاق كل المصرين حقيقة فاق في رسالتي كل المصرين والرجل يعني ما العلاقة إلا العلاقة العلمية دي شهادة يعني ما قال لي كل هذا عنه وهو حتى لا يتصور أن أقول هذا حقيقة فعلى حسب ما بزر على حسب ما صنع هذا ما نحتاجه من طلاب العلم ألا يحقر أعني نفسه ويقول أنا لا أستطيع يا ضيعت الرحلة يا ضيعت الغربة عن الأوطان إلى آخر يا بابنا فطالب العلم يكون ضنين بوقتي ضنين بمستوى المنهدية هل وصلت إذا يحدث خلل كل عام يراقب نفسه يجود ويسأل أستيزة ويسأل مستوى الفاه أعني يظل عنده مراقبة دقيقة لمستوى قياس المستوى من أجل ذلك مشايخ أنا بأقول لطلاب العلم على الأقل مبدئيا أن هو بيشرح مثلا أربعين نووية خذها كأموذة في طالب الحديث أو أي علم كل يوم يعني كل أسبوع ولو يكون حديثا اجمع كتب الشروح ويكون معك مذكرة لك أو شيء تحتفظ به وتقول هذا مثلا في 2023 لماذا أصنع هذا هيأتي بعد 2030 وتنظر إلى الكشكول هذا أو الجندة هذه حاجة من اثنين يا مشايخ أنا أقول من وقع الخبر إن وجدت النفس راضي عن هذا اعلمنا أنك تسير على غير هدى وكبر على نفسك ثمانية سبعة أعوام فيضيعة الأعمار يتمشي السبعة ليلة كما قال الشاطبي المفترض أن تترقع علميا يعني أنا أكتب هذا يا ربي هل بلغ بيه السطحية أن أدون هذه المعلومات تعرف ما شاء الله أنك ترتقي أما لو وجدت أنك راضي أعني مائة في المائة ففي شيء لأن سبعة أعوام لغة وتفسير وحديث ومعيشة لأهل العلم ولم يتأثر عقلك ولم يظهر على فلتات لسانك ولا تفكيرك إبقى أعلمنا أنك تسير خلاف البصلة كأنك في واد والعلم في واد أنا بنصح كل طالب يصنع هذا يراجع كل فترة ما كتبه سبحان الله أنا كنت أدون هذه المعلومات هذه المعلومات فهو بيستنكر لأنه كان في الأول ما عنده شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وكما قال الزهبي الزهري إن الرجل يطلب العلم وقلبه شعبة من الشعاب يعني ضيق ضيق يعني عنده معلومات بسيطة أي معلومة بينقلها ثم لا يلبس أن يصير واديا ما وقع فيه شيء إلا التهمة لأن العلم يغزي بعضه بعضا ويأخذ بحجز بعضه فالطالب لا يحتاج إلى الشيخ يحتاج أن يراقب يعني نفسه بنفسه حتى في مساوى التخريج أول حديث بيخارجه يكتب اسمه مشاهد حقيقة صنعتم بعض طلابنا كان 2017 عندي شيء يعني أشبه عند الموظفين كده يعني يحفظ في حافظة مع الورق فبعض طلاب النجباء أتيت له بهذا فقال يا سيدي مهال قلت له يوم كذا ده مسواك يعني بتتابع مشاهد خلال ثلاثة أعوال فرح جدا الطالب قال لي أنا ما عندي هذا أنا قلت له والله اللي أصنع هذا مع كل طلاب يعني ده كان طالب من طلابنا النجباء وفعلا فوجئ بمسواك بداية الرسالة ونهاية الرسالة لأنني كنت أرقب مستوى فطالب بنفسي يستطيع أن يسمع هذا هل فعلا أسير مستوى تجويده مستوى النقد عنده مستوى المفاهيم والله هي هي فليعلم أنه أنه يحتاج أن يعاود بأستاذ مرة سنة أن يسأل هل أنا أقرأ بطريقة صحيحة هل أنا أسير على خطى سابتة ولا فلابد الطالب يكون مجغول بهذا لأن هذا مشايخ الإنتاج ما الفائدة أن تظل في العلم عشرة سنوات ولا تشعر بأي تغيير لا في فكرك ولا في حقلك ولا في مستوى العلم الذي تتخصص فيه فعلا يحق في هذا الطالب فهي ضيعة العمل لأن قالت بأي يا مشايخ أن الإسان يترقى المشايخ بعد عشرة أعوام يتخرج بيش في حاجة اسمها تتخرج أنا تخرجت وما عندي شيء يبنى ما تخرج فلابد مشايخ يا أبنائي وبناتي الانشغال بمستوى البنائجية من أجل مراجعة المشايخ يا أصدنا أنا بقالي سنتين ما وصلت إلى شيء مسألة العلال عندي كذا الأسانيد فيها إشكالية عندي سل المانع أنت الآن بين الشيوخ بدلا من أن تعود إلى بلادك أنت تكون كما قال ابن عيينة ابن عيينة 198 مشايخ العالم الكبير وممن عليه مدارات الأسانيد سبحان الله لصغر سنه أدرك ما لم يدركه الكبار يعني من أزمة الناس الزهري ومع ابن جريج ومع عمر بن دينار فكان سفيان السوري أكبر منه فيقول له حدث يا أبا محمد كان يكنين فقال وأما وأنت حي فلا ما ينفع الأدب ما ينفع يعني سفيان السوري فسبحان الله مات سفيان ومات الأوزاع ومات مالك وذهب الطلاب إليه فقال فسد الزمان فصرت مسودا ومن الشقاء تفرده بسودته يعني هو بينعي نفسه أنه هو كله مات وأصبح هو المرجع في الحديث وكل يرحل إليه رضي الله تعالى عنه فمسألة يا شيخ الترقي العلم هكذا حتى عندنا في طبقات أصحاب الرواب أنه يقول لك فلان يحفظ حديث فلان كالفاتح فلان حكم على شيخه درجة مثلا يذهبون إلى التلميذ ليقوم حديث الشيخ هذا من جراء الملازمة والإتقان وضبط العلم وتطور المستوى واضح من الشيخ فلابد أن نعتني بهذه القضية أعني الشيكة أعني مساعدة الإنتاج لأن الطالب قد يظل 20 سنة وفي الآخر بيبكي بعد فوات الأول فكان مفترض من أول عام يسلم ولا إحراج في هذا يا ابنين في إحراج لا إحراج سأل أي شيخ سأل أي أستاذ يا أستاذنا أنا فيه إشكالي عندي أنا بقالي سنتين أقرأ في المصالح وما أشعر بشيء فالأستاذ سيظل معك أقول لك يا ابنين فيه كذا أنت تقرأ كذا إيه مانع أنا ما أظن أن أستاذا يمنع أنا على المصور الشخصي وغالب شيوخي حفظهم من برد إيه مانع يا أستاذنا أنا أقرأ ما أجد عندي المفاهيم ولا أجد عندي تطور المصالحات ولا أعيني شيء فالأستاذ ممكن أن يستدرك عندك مرحلة القراءة مرحلة النقد يلي يا مشايخ بعد الأسانيد أهب العلل بإذن الله تعالى وبذلك تكتمل الملكة النقدية مع هذه الملكات الأربعة دعني بأصول يا مشايخ فيه أشياء مساندة يا سيدنا بعد ربعية يعني ممكن يا مشايخ تكون قوي جدا في مسألة العلل بس نعطيك شبهة حديثية التي تستطيع الرد في بلادك لماذا لأنك لم تدرب على هذا ما عندك الأدوات العقلية المساهمة أعني الأدوات المساعدة الحقول المساعدة العلوم العقلية تدخل معنا الآن علوم الجدل وعلوم المنطق وأدوة ببحث المنظرات هيخدمنا في مسألة الرد على الشبهات بنفس يعني نظر مثلا علماني حداسي هيكون نفسه عنده ونفسه الإضاءات ونفسه المنهجية فيكون متكئ على أسس ثابتة لا يخشى من شيء لأنه بنفس الأدوات العقلية بيصادم بها سواء الغربي أو غير واضح من الشيخ مع ما يتيسر من الأدوات المساعدة أعني دلالات الألفاظ زيكم العمود الفقري لعلم أصول الفقر كما يقول مولانا العلم الشيخ البوطي رحمة الله عليه في كتابه في أصول الفقر دلالات الألفاظ وتعانق الأصول مع الفقر مع الحديث هذا أيضا يحتاج إلى مكملات مع الربعية عن المصالح التطبيقي والتخريج والأسانيد والعلم ومشاء الله مشيخ إن شاء الله يعني فنحاول بعد محاضرة أو الثنتين هنعطيكم نمازج لأننا لا أقنع إلا بها بعض التراجم المختلفين وإن شاء الله بنأتي بالبروجيكتور هنا وبنعرض العمل هنا والله فلان أصار يا بني كذا يا بني فلان رد على زميلك هل هو أصار في فهم قول شعبه هل أصاب في فهم قول السوفيان كذا ما شاء الله اللي هو في إغتار التطبيق لأن بدون هذا يا مشايخ حقيقة يكون عندك تصور نظري ما عندك ضبط يكون عندك معلومات فقط إنما تأتي عند المعايشة التحرير مثلا القول مثلا في حجاج بن أرطاط أو في يونس بن مكيرا أو أي رأو فيه إشكالية وتنازع بين أهل العلم لا أستطيع لأن أنا ما أخذ الشيخ ما أعلمت إن الشيخ يقول لك لا والله كذا 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 وأنا أقول أقل لما يجزل الطالب خمسين ترجمة مختلفة خمسين ترجمة على الأقل يكون مع الشيخ ما شاء الله يجب بعد فترة ما شاء الله عنده أصبح خلاص يمره فيها كالساء لأن مشايخ ما أحوجنا إلى ضبط أو إدماج التنظير مع الطبيق يستوي طالب العلم على سوق واضح ما الشيخ المنهجية من الشيخ القراءة هنحاول مفاهيم مع أن غالب طلابنا الوافدين بيحتاجوا أن نقرأ الكتاب ونعلق على ما يمكننا بالأدوات وبطبيق لما أتي بنموذج تطبيق المشيخ اكتبه وراجحه لماذا أصنع هذا حتى تقترب من الكتب طالب عنده هيبة من لما أقول له فتح علل بن نبي حتم يقول لي صعب علي يا مولان متى تفتحه وإذا لم تفتحه الآن وأنت بين أدن الشيوخ في طالب يقولك أنا صعب أقرأ هذه الكتب أنت ما جربت يا مولان فأنا أحاول جاهدا أن نصل إلى كراءات أن نقرب ونخفف الفجوة بيننا وبين كتب التراص لأن أنا أجي أستشعر حقيقة تسعين في المئة من الطلاب من أبنائنا من الوافدين بينهم وبين التراص هالة كبيرة كيف أنا أقرأ في معرفة علوم الحديث لحد يا أبني هل جربت ولكن أنا ما جربت أساتذتي يقول صعب ما الذي قال صعب من يعني لا تحقل لا بجرب يا أخي اقرأ المقدمة الأقل إن صعبت عليك حاول مرة ثانية إذهب إلى الأستاذ يا أستاذنا كيف تقرأ نقرأ هذا الكتاب لماذا نضع بيننا وبين العلم أعني من العوائق الإسمنتية الحاجزة لأن إذا لم تصنع وأنا أذكر على المسؤول الشخصي مشايخ علال بن أبي حاتم ولا أمل من هذا كان عندي الكتاب أنا أقول يا ربي هذا ليشبه يعني وأظل أقل ولا أمل رغم أني بسأل بعض شيوخي كان لا لا يشفيني يقولي يا ابني ده علم ده خلاص ماتب بن مديني يا ابني خلاص انتهت القضية وقال لي لو رجعت الجزء الثاني من حيلة التلميذي شرح التلميذي بن رجب هيقول وهذا علم هجرة في هذا الزمان نحن يا ابني بقى إننا سوى مائة سنة أند لنا وهذه العلوم انتهت بحمد الله أنا والله أخذ سوى كلام الشيء ولكن حاولت ما أمكانني وأقلد وكذا إلا أنفتح الله لهم يعني ما نضع بيننا وبين القراءة أن تجرب أول لا تقول صعب أنت ما جربت حقيقي جربت وفي إشكالية سل سل يا ابني سل الأستاذ وهكذا حتى يفتح الله لنا النقطة قبل البدء في القراءة الكتاب مسألة كل يوم نقر يا سيدنا ده نحن كذا وعندي ظروف خلاص يا ابني ظروف أخرج من هذا الباب أستاذنا أنا أذكر نموذج بعيد يعني عن أزهر وإن كان هو من علمائنا المصريين وما يخال أحد من الطلاب العلم يعرفه العلمة الدكتور حسن حبش راهب المؤرخين العرض الرجل ظل إلى قرابة 96 عام الدكتور حسن حبشي حقيقة بعد الدكتور عبد العظيم رمضان من تلاميذ يقول كنت أتصب بالشيخ في الرابعة الرابعة صباحا فأجد الشيخ في مكتبه يقرأ كان بيظل في المكتبة قرابة 19 ساعة شيخ عاشق إلى كامل من شيخ 60 و90 عام لدرجة الدكتور عماد الدين خليل عراقي عالم كبير من علماء السيرة وعلماء التاريخ الدكتور عماد الدين خليل يعني من من الكاملة من الشيوخ فأنا كنت أتعجب من مستوى الدكتور عماد واللغة التحليلية الرائقة كتاباته فعلا رائقة ومنشورة في أعني المركز العالمي لفك الإسلام واشنطن ويعني سواء في السيرة مدخل للنق كتب كسير فقلت أعجبني المستوى فقلت أنا أجزم أن هذا نتاج مصري وما كنت أعرف يا مشاي يتركزوا معا أنا قلت أجزم أن اللغة العالية هذه نتاج يا أزهري يا مصري فأنا والله والله قدرا تصفح كده وجدت أخذ الدكتوراه من جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتورة حسن حبش سبحان الله أنا قلت يا ربي هذا ليس من كيس العراق مع إجلالي العراقيين ده كيس مصري هذا بس سبحان الله دارت الدنيا ووجدته أخذ الدكتوراه أخذ الدكتوراه يبان سبعة وتسعين سبعة وستين بإشراف مولانا العلامة الدكتور حسن حبش حقيقة مشايخ يعني شيء أذكره في هذا الرجل سبحان الله كان مرض وكان الدكتور عماد الدين خليل يقول أن الشيخ سيموت لأنه قال كنا نذهب إليه ولا يطعم أي شيء يطعم الخبز المحروق يعني الخبز مشايخ فقط قال يأتي أنا بأطيب الطعام كان أحيا مرة في الطبي فقال عاش بعدها ينتج لمدة سلسين عام إلى قبيل وفاتي كان يترجم بعض النصوص من اللغة اللاتينية قبيل وفاتي رحمة إنه أنموزك حتى قال يعني المقبولات مولانا الدكتور حسن حبش اليوم الذي لا أقرأ فيه لا يحسن منهم اليوم الذي لا أقرأ فيه ولم يقل ولو قليلا لأن سمانية عشر ساعة في اليوم نحن لن نقول طلاب سمانية عشر ساعة على أقل ساعتين بس بصفة منتظمة وأصحح عن مولانا العلمة الدكتور رحمة معبد لما قال في الأزهر عشر دقائق أستاذنا على سبيل التشغيع أنا كلمت أستاذنا أستاذنا بعض الطلاب الوافدين يقول لي يا مولانا هو عشر دقائق فقط قال لي قلت له كيف ما قال لك يا بني قال لي دكتور رحمة قال لي يا ربي كان لما كيف تكون محدثا أو كيف السبيل في الجامعة الأزهر فأستاذنا كان يبغي تشغيع الطلاب يقول لي يعني تداوم على طلب العلم ولو عشر دقائق قبل النوم فطلب قال لي عشر دقائق فقط والله وأخبرت أستاذنا قال لي يعني لو تيسرت فرصة أن أغير هذه الصورة وأنا الحمد لله أغير عن شي أستاذنا يقصد يعني أنه يكون لك انتظام يوميا في القراءة لا يقصد لعشر دقائق ده أستاذنا من قبل التشجيع لأن أستاذنا اليوم كله منقطع يعني سواء كل ما شيخنا إنما بيشجع طلاب العين يعني يقول حتى ولو وقت قليل يعني من قبل إنه يدخل الباب ثم بعد ذلك يفتح الله لا كما نعلم الطالب الصغير الطفل إنه يحفظه في اليوم آية أول ما يبدأ وبعد ذلك ما شاء الله يحفظ جزء يعني يدخل يعني التشجيع من قبل التشجيع ليس من قبل النص أيضا المشايخ الصورة الأخرى الأستاذ الذي يشدد ويعنف الطلاب ولم تفلعه وأنتم كذا وأمامكم مئة عام عشرين عام ليس من منهج الأزهر حقيقة لا هنا ولا هنا كل على حسب ما يفتع الله لك وعلى حسب المواصلة وعلى وعلى حسب عدم الانقطاع اليومي ولو قليلا وكان حدا من نصيح أستاذنا مسألة كان أستاذنا يعني من المشاكل شفا عليها في رسالة الدكتوراه فكان يقول لي افتح الجهاز الكمبيوتر وأكتب كلمة أخرجه في التخريج في رسال وأغلق الجهاز فقلت له يا أستاذي ما الفائدة يا أستاذي ما الفائدة قال لي مع صرحة اسمع الكلام جرب هذا أنا فعلا حقيقة يعني أفتح الجهاز وأكتب كلمة أخرجه ومسألة البلزار وأغلق بها أستاذنا كان بيرمي إلى شيء اللي هو عدم الانقطاع عن البحث لأن لما تنقطع عن البحث الشهرين أو ثلاثة بتصنع هيبة بينك وين البحث قد لا تعود إليه بعض زملائنا كان يود لو يتفرق في البحث فانقطع حوالي أربعة أشهور إلى الآن منذ سدة أعوام ما عاد إلى البحث فكان مقصد أستاذنا حفظه الله وأدام النفع بفضيلته إن لا تكن حاجز بينكم كل يمتق ولو قليلا فبذلك يزول الحاجز هذه إضاءات الكبار من شيء فينا فنسأل الله أن يبارك فيكم ونبدأ شيخ موسى على بركة الله تعالى صحيفة رقم أعني 27 أكلموا بركة آه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأمبين والمسلين سيدنا محمد على أهل و أصحابي أجمعين فالنوالف شايفنا المحذب أستاذة سامي عبدالقوبي سامي عبدالقوبي حفظه الله تعالى أمي 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 المبحث الوال تعريف دراسة الأسانيد لغة وصفلاحة وأهميتها وقمرتها مصطلح دراسة الأسانيد مركب من كلمتين طبعا يا مشايخ أنا أثرت كلمة دراسة الأسانيد عن علم الرجال أو الكرح والتعديل علم الرجال جزء دراسة الأسانيد يا مشايخ العلاقات بين الإسناد علم الرجال يعني هذه مثلا بأصحاب أو مثلا رجال التلميذي وأترجم أو الكرح والتعديل إنما العلاقات سواء التوسيق المقيد التضعيف المقيد مثلا هذا مضاعف في الشيخ هذه العلاقات علم دراسة الأسانيد فدراسة الأسانيد يدخل فيها الجرح والتعديل والرجال من أجل ذلك أثرت أن أسميه بدراسة الأسانيد أنا أظن وأجزم أن هذه اللفظة الدقيقة في التعبير عن كل ما يتعلق بدراسة الأسانيد وما تكتنف هذه الدراسة من فن وتطبيقات اقرأ المولان هما دراسة الأسانيد وقبل تعرف بهما جنة لابد من تعريف كل من هما بمقرده طبعا يا مشايخ بتلحظوا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى للصلاحي بعض الطلاب يسأل ما العلاقة العلاقة كاشفة وليست حاكمة يا سيدنا يعني إيه يا أبناء المصالح اللغوي كاشف عن المصالح الحديثي أو المصالح الأصولي إنما حاكم عليه لا يحكم عليه لأنه لو يا مشايخ جعلنا اللغة حاكما لأفسدنا المصالحات في العلم الأخرى ومنها مصالح الشاز كأمودة فيه مصالح الشاز في علم القراءة فيه الفتاوى فيه وصول الفقه فيه التفسير فيه الحديث ماذا نصنع؟ فكل له دلالاته ولكن اللغة يستفاد منها في تأصيل مهيط المصالح في كل حد فاللغة ليست حاكمة على المصالح اللغة كاشفة ومهيئة لفهم المصالحات حتى نقول من خلال المصالحات اللغوية يكون المعنى كذا فهو كاشف عن الهد واضح يا مولانا؟ أما كلمة دراسة فمأفوذة من الفعل درسة قال ابن فارس الدال والراء والسين أصل واحد يدل على خفاء وخض وعفاء فالدرس الطريق الخفي طبعا مشيخ طالما ذكر ابن فارس ومعجم مقيس اللغة من الكتب العظيمة هو وكتاب الأساس للسيد الإمام الزمخشري اللغة المعجمية لغة المعاجم مشايخ هي لا تقرأ جملة طالب العلم يكون عنده المعجم يضعه على مثلا على شيء قريب منه وكل يوم يقرأ ولو صحيف فقط المعجم سواء بقى يترقى يعني المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية أو مثلا يصل إلى سواء حد له معجم كبير كتاج العروس هو موجود بدي اف طبعة الكويت 40 مجلدا للإمام الزبيدي رضي الله تعالى عنه لا نتزمك بقراءة المعجم قراءة بس مادة أو صفحة كل يوم فقط لن تأكل منك دقائق ولا تحفظها اقرأ من أجل يا مشيخ مع الوقت وفعلا بعد طلاب يجرب هذا قال لي يا سيدي بعد حوالي خمس سنوات وجد عنده فهم أصبحت اللغة والمصرحات ليست يعني بعيدة عني أصبحت كنت الأول أظل أقرأ في الصحيفة حوالي نصف ساعة وأكثر الآن الصحيفة قد تتجاوز زقائق وأنتهي منها بفضل الله تعالى ثم بقراءة المعاجم وهذه النصيحة المشيخ مجربة كل يوم حتى يزيل عندك بدلا من أن تأخذ وقت كبير جدا في المعنى المعجمي اللغوي تأخذه في مفاهيم والنقد هذه من تلك المشيخ الطالب بيستغرق وقت كبير لما يأتي له معنى لغوي فيازه بلا المعجم ويازه بلا المعجم وأنا لحظت في طلابنا من الوافدين معه الألم الفسفوري وحوالي في الصفحة سبعة عشر لفظة استغرق في الصفحة كام حوالي نصف ساعة أو أكثر لو هو عنده بقى المادة المعجمية واضحة على الأقل لا يستغرق خمس دقائق ثلاث دقائق فلابد مشايخ حقيقة كما من وصايا بعض علمائنا في العربية المعجم 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 كل يوم ولو صحيفة واحدة المعجم الوسيط المجموعة العربية سهل جدا أو أي معجم ترتضيه على الأقل شريطة أن تقرأ فيه ولو قليلا بعد حوالي خمسة أعوام هتجد نفسك أنهيت الموقع بلا شعور هذا إنما أن أكلفك أو أكلفك بقراءة مادة كبيرة سيأخذ منك وقت لما صحيفة واحدة وحدها لو نصف صحيفة كل يوم كل يوم فقط لن يتجاوز دقائق منك هتجد بعد فترة سمرت هذا فضل الله تعالى واضح ما شيخ فالكراءة المعجمية مهمة جدا للطلاب العد أكثر من مولا فالدرسو الطريق يقال دارس المنزل عفا ومن الباب دارسو القرآن وغيره وذالك أن الدارس يتتبع ما كان قرأ السالكي الطريقي يتتبعه فالدرسو يعني تتبع الشيء والنظر فيه لفهمه وإذار ما يخفى من أمره وامل أسانيد فجم إسناد وسنة وسنة لغة مرتفع وعلى من سفح الجبل وكل ما يستاند إليه ويؤكمد عليه من حائط وغيره وسنة سنة باعتماد الوفادي عليه في حكم على المتن بالقبول أو الرد وسنة عند أهل الحديث هو الطريق المواصلة إلى المتن أي سلسلة الروات المواصلة إلى المتن والعلاقة بين المعنى اللغوي والاستilahي ظاهر حيث إن عملية حيث إن عملية السعود من أسفل الجبل إلى أعلاها تتطلب التدرجة يعني مشاخ المعنى أننا نأتي من شيوخ البخاري إلى الرسول الكريم من شيوخ ضياء المقدسي إلى الرسول تتبع عملية الإسناد كأننا نعله بالشيء حتى نصل إلى المصدر الأول للكلام النبوي أعلى النبي عليه الصلاة والسلام يكره المولاد حيث إن عملية السعود من أسفل الجبل إلى أعلاها تتطلب التدرجة في السعود شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أعلى وكذلك إسناد الحديث إلى قائله فيبدأ الراوي من شيخه ثم شيخ شيخه وهكذا يرتقي من شيخ إلى شيخ حتى يصل إلى أعلى وعليه فتكون دراسة الأسانيد هي التحقق من توفر شروط الحديث المقبول في تطبع السنب والنظر في أحوال رجاله جرحا وتعليلا دم يتخصص بعلم الجرح والتعليل من شيخ جزء من دراس الأسانيد اقرأ المولان وبيان ما في الإسناد من اتصال أو انقطاع أو تفليس أو شدود أو علة أو غير ذلك من قاتل الحكم على الحديث بالقبول أو الرد طبعا مشايخ كلمة من أجل الحكم على الحديث بالقبول أو الرد بدون دراسة علم العلل لا يتأتى لأحد أن يحكم على المرويات دي قاعدة بدون دراسة علم العلل وإتقان هذه الأدوات لا أستطيع أن أحكم على المرويات أعني قبولا أو ردا لأن فعلا أنت تقول هذا ثبت في الشريعة أم يزدد يعني أمر عظيم جدا بدلالة أن ابن حبان في مقدمة كتاب المجوحين قال وإني خائف على من لم ينعن النظر في الإسناد أن يدخل ضمنا في من كذب على الرسول الكريم والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النهر والأمر جلد بعض الناس بيتساهل في مسألة الحكم على المرويات لضربة بعض الناس ممكن يحتاج إلى تصحي الحديث أي علة أو كذا يلغيها والعكس بيدخل الهوى والتشهي في الحكم هذا ببعيد جدا عن علماء الحديث عن سفيان وعن شعبة وعن أولاء الذين تديانوا لله بهذا لأنهم يعلمون أن هذا الأمر حقيقة اقرأ مولا شرح التعريف إن الحديث المقبول يقصم إلى أربعة أحسان الأول الصحيح لذاته وهو من تصل سنده في نقل العدل الضابط ضبطا تأمى عن مثله إلى منتهاء ولا يكون شهادا ولا معللا الثاني الصحيح لغيره وهو الحديث المروي بسند حسن إذا رؤي من طريق آخر مثله أو أقوى منه وكذلك المروي بسند ضعيف إذا رؤي من طريق آخر طبعا المسألة خلاص يعني أصبحت مستقرة في وجدان طلاب العلم إن الأعني المتابع يأخذ حكم من تابعه وإن دي أمر بدهي إن الصحيح الحديث يرتقي من ضعف بالمتابع الصحيح وكل الإشكالية تنشأ في ذهن من إنه هو نظر يا مشايخ نظر إلى المتابع يعني نظر إلى بملهيعة كان الأولى في عملية التصحيح بالمجموع أن ننظر إلى المتابع بدلالة أن ابن لهيعة إذا لم يتابع يظل ضعيفا فالعبرة في عملية التصحيح بمجموع الطرق أن ننظر إلى المتابع وليس للمتابع ابن لهيعة على ضعف لأن بعض الناس نأقشني قال لي يا مولانا ابن لهيعة ضعيف تقول لي مولانا أنا أجزم وراجع فيه الضعف ولكن نحن بضميمة كمالات العقلية وكذا وكيف يكون ضعيف نحن حد في الأمور المحسوسة مسألة الجبر أو الجبيرة هل يا مشايخ لما يصنع الطبيب لما الإنسان نسأل الله العافية للجميع يصاب بشيء ويصنعه هل تزيل الضعف طبيا لا تزيل تقوي حتى يستقيل إنما هل إيه أزلت لا حقيقة المشايخ مهما حتى لو صنع إيه لن يلتائم ويعود العضو إلى ما كان عليه المشايخ هل يعود من خلال الخبرة عندي أنا لأن أنا أصبت فيه زراعية وأنا في السنوية الأزهرية فلم تعود يدي إلى حالها الأول بعد مضي هذا الزمان واذهب إلى كذا طب حتى قال لي آخرهم استحالة واضح ما الشيخ فإشاهد إن معنى الجبر هنا التقوية إشهد بالطرق لا نزيل الضعف المتابعة تقوى الطعيف لا تزيل ضعف هيظل ابن اللهية على ضعفه ولكن بخصوص المتابعة في هذا الطريق ارتقينا بحالة إلى الصحية لغيره اكرأ مولا إذا رويا من طريق آخر صحيح فالمتابع يأخذ حكم من تابعه كما نقله الحافظ قاسم نعم الثالث الحسن لذاتي وهو ما اتصل سنده بنقل عمل خفى ضبطه عن التمام من غير شدود ولا علا طبعا سئلت في مسألة المشايخ خفة الضبط دي كيف يقصها المحدثون تمام الضبط وخفة الضبط الحمد لله مشايخ عندنا حاجة اسمها علم المقارنات الدقيقة بين الرواه اللي هو عندنا ما قالاه ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه بالمقارنات بيكشفوا أنه علم الأله الأوهام كذا وهم يخف يظل مثلا لأنه عندنا صدوق له أوهام وسقة له أوهام ايه الفارق بينهما؟ تعداد مروياته ونوع الخطأ في بعض الناس يقول لك هذا الحديث دمره مئة ألف حديث لشدة الخطأ يعني مثلا يا مشايخ أنا أقرب لكم الصورة بعض الطلاب مثلا يأتي لي في ورقة الإجابة ومثلا يجعل البخاري كأنه بعد الحجر البخاري مئتين ستة وخمسين ومن حجر تنمية اثنين وخمسين فجعل كأن البخاري من تلاميذ ابن حجر فده خطأ فاحش فده يلغي المادة كلها ده لو في رسالة علمية ودوطور مثلا ما عنده يملك عصابه هيلغي له رسالة لأن دي واحدة صغطة عنيفة فالعلماء ما شيخ لهم ضبط حاجة اسمها مقيس الخطأ ده شيء دقيق عندنا ويحتاج إلى كتابات ليس الخطأ يعني راجل بيهم بيبدل رأو مكاننا الواصل ابن حيان أو كذا يبدل رواب رواب بخلاف لما يخطئ خطأ فاحش أو يأتي بلوظة ليست لتابعي يلسقها بقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك دمر علي هذا الحديث هذا يسقط مئة ألف حديث فحتى قالوا لو تكرر هذا منه لأسقط لكنا بازهاب حديث كما قال ابو حدي من رازي فهذا معيار مهم جدا نوعية الخطأ ومتى يقبل منه وكمية المخالفات بعضكم يقول يا سيدنا كيف عرفها يا مولانا كأني مع الكمبيوتر أبو حاتم الرازي يحفظ المرويات بعض الطلاب لأنه عدم تصور عصر رواد أبو حاتم الرازي المرويات عن شيخ ففي أقل من ثواني بيصنع عملية إجرائية بضرجة مثلا ولده يسأله ما تقول يقول لأدري حتى يسأله الواهم ممن في العلد فيقول لأدري أعني أبو حاتم الرازي الإمام الكبير لأنه بيصنع عملية إجرائية لم تسعفه في خلال المحفوظ فبعد ذلك إما أن يسأل يسأل بعض الأكران أو يذهب إلى الكتب بقى عنده ويراجع مرة ثانية فهذا يدلل المشيخ أنه في عندنا ثقة له أو أه العلماء يعني الدقتهم ما كان ممكن المشيخ أن يسو بين كل الشيوخ وهذا يدلل على معيارية علم الحليس علم معياري دقيق يا مشان ما عندنا ثقة وكل ضعيف وضعيف أشهد مفرق بين الضعيف وضعيف جدا وما جعلنا الموضوع مع كذا وعندنا هذا كذا وكل واحد له مرتبة وألفاظ دقيقة جدا لا تقال على عوائل وهذا يدلل على الدقة الشديدة إنهم يميزوا بين السقة الذي له أوهان والصدوق الذي له أوهان هو مشايخ كأنه معه عملية إجرائية وأدلل على هذا بأبي حاتم الرغازي عندما كان على باب أبي الوليد الطيلسي وقال أبي داول أعني أبا داود الطيلسي أبا الوليد وقال اللوات الميز شعبة قال من أغرب علي حديثة ما كان يقصد الإغراب يعني يأتيني بما ليس عني من أجل تجويد عملية النقد لأن بعض الناس بعض الصحفيين سألني كان بيكتب بحث عن البخاري فقال لي يعني يا مولانا سؤال عقلي قلت له ولماذا نتوقع أن البخارية ومسلما رحمات الله عليهم فاتهم الكثير من الأحاديث ما كان كالآن في حاجة اسمها عملية مشايخ لجنة الإحصاءات والبيانات وكان هو يعمل في العاشر فخرج من القسم صلت به يا أستاذ عد إلي لأنه ما رأيت الكتاب فلما قرأته أول ما فتحت وجدته أنه يطعن في المحدثين بسبب أنه ما كان عنده من مشايخ مسألة أغز الإحصاءات والبيانات كالقرن العشرين لو يا مشايخ لجان السكان إحصاء البيانات فبيقول ما كان عندهم هذا قلت له يا هذا أنت غفلت عن جانب كبير أعن الرحلة لماذا ظل بعضهم أربعين سنة في الرحلة من أجل هذا ولماذا يرحل البخاري كل هذه الرحلة مشايد رحلة البخاري بالكيلومترات ثلاثة عشر ألف كيلو ثلاثة عشر ألف والطالب يأتي من رمسيسي لأنه لك يا أخي ده صعب جدا أنا أعود إلى بيدي فمن أجل الرحلة مشايخ كأنه استغراق البيانات واذا بلا شيخ واذا بلا شيخ واذا بلا شيخ من أجل نسأل التجويد قوائم الإحصاء لدركة عندنا تفرد أهل الأمصار يعرف من التفرد بهذا الحديث من غير إلى آخر رحمات الله وسحيبه عليه فيعني يا مشايخ لا ننخدع بأي كلام أهل الحديث ما شاء الله مسألة الإحصاءات الدقيقة صنعوا من أجل تجويد عملية النبل كأنهم لم يتركوا لنا شيئا من أجل نهازة الأمر دين كما هو من ديدنهم ومن معهود خطابتهم وصناعتهم النقدية اقرأوا لنا الراديو عن حسن لغيره وهو الحديث الضعيف إذا تعدد طوره ولم يكن سبب ضعفه فسق راضي أو كذب طبعا الفسق مشايخ يتعلق بالعدالة ولو اعتبارات ولو معايير فبالغالب يرجح بدون قرينة إلى الضعف الشديد لأنه ده شيء متعلق بالعدالة واضح الكاذب طبعا ده خارج جدا من ضعيف المطلق الكاذب مع التفروض يصل بنا إلى أعني الموضوع يقرأ يا مولاني وإنما يكون سبب ضعفه يسيرة الانقطاع أو الجهال أو رواية سيء الحفظ نعم أما شروط الحديث المقبول وهي شروط الحديث الصحيح نفسا ويضاف لها وجود العابر أي الشوهد أو المتابعات عند الحاجة إليه فشروط الحديث المقبول الأول عدلة الراوي وهي ملكة تحميل صاحبها على ملازمة التقوى والمرؤى والمراد طبعا مشايخ الملكة مصالح دقيق جدا عند أولماء الحديث بيعتبر بمعايرية التقليد أن الغالب من أحوال وهذا موجود في كتابات الخطوة البغدادي والإمام عن الحاكم ومن بعدهم أن الغالب على أحوال الراوي العدالة وكذا والتقوى من أجل أن هذا يحمله على عدم الكذب وأنه عنده معيارية الخوف من ربه أن يضع في المرويات أو يدخل أو يلقل ومن أجل ذلك ضبط المحدثون هذا لأنه يا مشيخ أنا أقول لكم بصراحة بصراحة يعني مقارنة مع الواقع المعاصر أو بعض عندنا حاجة اسمها السجل المدني اللي هو بيوسق شهادات الموليد الرجل قد يكون موظفا يخشى من القانون إنما لو لم يكن عنده مهيار العدالة ماذا يصنع قد أعطي ألف جنيه ويغير يا مشيخ أنا أكبر لكم الصورة إنه هو الشراط العدالة من أجل ضبط هذا لأنه قد يكون عنده الضبط وما عنده عنده خوف يحجزه من محارم الله أن يجذب على رسول الله فلابد من الموازنة بين الأمرين فالعلماء قالوا من أجل ضبطها التغليب إنه يكون الغالب من حاله لأنه إذا كنا إنه لا يفك عن معصية هذا لا يتأتى للبشر ولكن إن الغالب من أحواله كان بدلل القول ابن المبارك من كان فضله أكثر من نقصه وهبنا من فضلي لنقصه إنه هنا معيار التغليب من حياة المحدث من حياة الراب يعني قد أتى بمعصية وتبى منها تأتي القضية إنما المعيار الأغلبي إنه هو يخشى الله تعالى وعنده من الوراء ما يحجزه عن الكذب عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله اكرأ مولان والمراض بملازمة التقوى الاستقامة على الدين واجتناب امتكاب المفسبات كفئل الكبائر والإسراء طبعا كل هذا شيخ موسى مشايخ يدور في إطار الأمر الأغلبي في إطار الغالب من حياته اكرأ مولان وأما المرؤة فهي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسر الأخلاق وجميل العادات ويرجب في معرفتها إلى العرف المنضبط بالشرع طبعا مشايخ رجعنا أيضا لملكة التقوى يرجع لها إليها المرؤة لأن المرؤة فرع المشايخ التدين طبعا إنسان غير متدين لا تجد عنده مرؤة البتتة يعني مشايخ التجمل بجميل المرؤة فرع تدين صاحبها فلان ما عنده تدين أصلا ما يحافظ على الصلاوات ما كذا أن المرؤة إما أن يأخذها خوفا من عادات أو مجتمع أو خوف من القانون إذا لم يوجد هذا ولا زج وجدته ينفلد الضابط الأخلاق عنده إنما أهل الحديث أرجعوا هذا إلى الدين أيضا مساعد المرؤة هنا لأنها تختلف باختلاف العادات والأعراف وكذا فردوها إلى الدين الأمر المنضبط بالشريحة أيضا لأن المرؤة فرع تدين واضح من الشيخ يقرأ المولان كل سيكون الأولماء يسكون هذه القانون عدل والمرؤة كذا بينهما تغير يعني حجد بينهما شيء كذا هل يمكن أن يكون عدلا غير المرؤة كيف يعني يعني لماذا يسكون هذين القيدين مع بعض يعني 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 نعم هو من قبيل القيض الموضح يعني يعني من قبيل زيادة التفاصيل لا أكثر إنما أصلا طالما وجدت العدالة فسمت المرؤة ولكن من قبيل يعني التنبيه التنبيه على هذا الأمر وأهميته لأنه يضبط أيضا مشايخ مسألة إن هو يعني مثلا لا يتبول في الشارع لا يأتي بمن لأنه هذا قد يرد حديثه وأنا أقدلل لك لو أنك ذهب إلى أستاذ وجدت الأستاذ لا يتحرز من النجسات ماذا تصنع ستعود أنا أدلل لكم على هذا بأشد من هذا سيدنا الشيخ ابن حجر لما عين قاضية قاضي الخضاء سيدنا ابن حجر أتى له بعض طلابه من اليمن وكانوا على مشارف اليمن فلما علموا أن الشيخ تولى القضاء رجعوا إلى بلده والشيخ غضب جدا وقال ما طلبناها ما نطلبها ولكن حتى الشيخ غضب لأن الطلاب رجعوا وأنا أقول هذه الظاهرية من الطلاب الشيخ ابن حجر استقام بهذا سبحان الله أقام في القضاء يعني مقاما حسنا رحمة الله وسحب عليه لماذا نحكم على الشيخ بالظاهرية هو تولى القضاء وأقام فيه واستقام وقوما طلاب أول ما علموا رجعوا حتى لم يدخلوا إلى القاهرة واضح ما شاء فمن أجل التنبيه يعني مسألة المرؤات من أجل التنبيه إنما أصلا المرؤة فرع العدل هذا ليس قيبا هذا نعم فرع فرع منه من أجل التنبيه يعني على المقالب على فرع التنبيه أقاموا لك وخوارب المرؤة هي كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماع الصحيح مثل التبول في الطريق وكفرة الصخرية والاستخفار لأن من فعل ذلك كان قليل المبالات لا نأمن أن يستهتر أن يستهتر في نقل الحديث النبوي وأما الأقل والشرب في السوق كما عدتهم البعض خلاف المرؤة فهما ينظر فيهما إلى العرف وشرب وتناول بعض الأشياء في السوق لا يعطوا في العرف اليوم مخالفا للسوق طبعا بتختلف بحسب الأعراف والبلدان درجة أنك تجد في البلدة في أقصاها وأدنىها أو شرقها أو كذا مغيرة بين أعراف الناس فعلى حسب الضوابط ومشايخ من أفضل من تكلم في هذه المسألة خاصة المرؤات سيدنا العلامة الإمام الموردي أبو الحسن الموردي في كتابه الحاوي الكبير أعني وهو من علماء الشافعية الكبار سيدنا الإمام الموردي أبو الحسن صاحب أدب الوني والدي الإمام الموردي في كتابه الحاوي الكبير ما شاء الله أطال النفس بما لم أجده عند غيره يعني لو أن بحسن أراد أن يصنع بحسن أو ما يتعلق بهذا يذهب إلى كتاب الحاوي الكبير للإمام الموردي ما شاء الله اطالة نفس اطالة يعني لا تتخيلون ولو ذهبتم يعني ايه وهذا من اجل ان نربطكم بين التراث اكره مولان لذا قال الشيروزي وينبغي ان يكون عدلا مجتنبا للكبائر منتزيا عن كل ما يسجد المرؤة من المجول والصقف والبول في قارعة الضريق لانه اذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن من ان يتساهل في لواية ما لا اصلاته الثاني الضبط لغة يدور المعنى الجغوي للضبط على حيث في القويل حازم واستلاحا تمكن الراوي من نقل المروي كما تلقار اقسام الضبط يقسم الضبط الى قسمين الالف ضبط الصدر وهو ان يثبت الراوي في صدره ما سمعه بحيث يتمكن من استخداره مدى شاء طبعا مشايخ حقيقة دمعياريا وفرق الامام مشايخ اللي هو بيتعي حفظ القرآن ويقول لك مثلا انا قبل الترويح وحضر طيلة اليوم ليس بحفظ هذا ما عدناه من شيخي ان الشيخ معنى كلمة حفظ يعني في اي وقت قد يند عنه بعض الاشياء انما في الاصل هو موجود في المحفوظ انما انني كوني احضر كوني اعظل وراجع لا بيسمى يعني ليس حفظ دقيق انه هو في اي وقت في وقت ما يستدعي حفظ يعني حقيقة مشايخ من اعجب ما رأيته من حفظه في حياتي كان لبعض طلابي من مرتانيا وسألته في فتح الباري كاملة مشايخ فتح الباري فتح الباري 13 مجلدا يحفظه ليخرم منه حرف هذا من اعجب ما رأيتي في حياتي وكان يجلس معي في اصول الدين لو هو موجود لاتينا به لكم يحفظ طلابي من هنا كاملا خلق الكتب الستة خلق المدونات الكبيرة بالملكية وفعلا يعني السحضر عجيب السحضر عجيب حقيقي اهل الشنقية واهل المتنين فده معنى هو ما قال لي احضر او اي هو ما شاء الله حفظ عجيب واضح مشايخ ده معنى الحفظ انه يستحضره متى شاء يكون عنده واضح ده معنى حفظ الصدر واضح كما قالوا ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حوى الصدر وكما قال عبد الرزاق العلم مع يعني هو لا يقصد يعني ان هو ما دخل معك الحمام يعني يقصد ان هو في صدرك تذهب يمن يسرى وفي صدرك هذا معنى ضبط الصدر وكان مشايخ موجود عندنا عند الاوائل لدرجة ان الشعبي عامر ابن شرحيل كان يسد الازل مخافة ان يعلق بقلبه ما سمعه لقوة محفوظه يعني لو مر على ادى شيء حفظ تخيلوا ماذا؟ حتى قال لو تعلم اعني اي رجل ما تعلمت من العلم ما نسيته لكان علما لو تعلم احد فحاجة عجيبة ان هو قوة المحفوظ لاعتماد الامة عليه ولكن بعد توفر ادوات الكتابة قصة في بداية الدولة العباسية بعد مئة وسنتين وسلسين وجدنا عناية علماء الامة بالموازنة بين المحفوظ في الصدر والمحفوظ في الكتاب اقرأ مولا طبعا مشايخ بتعترض لنا مسألة الادخال وهي مسألة دقيقة الادخال على الرواه بلغ بعض الناس من الدقة في التزوير ان هو قد يزور خط العالم او خط الناس ويضع في الكتب او الاوراق ما يشبه تماما يقول لك وادخل على فلان فافسد حديثه وكان من هؤلاء سوفيان ابن وكيع ابن الجراح اذا رأى قد ان ابا حاتم الرازي وابا زرعي يعني ده موقف ادبي من اجل اعني والده وكيع ابن الجراح ذهب اليه العالمان الكبيرة وقال له يا هذا لو لم يكن الا ان يرحل اليك من اجل ابيك لكفاك ان هو يحفظ اعني حديث ابي فقالوا عندك وراق سيء اخرجه ونحن نضمن لك ان نأتي لك بوراق اخر فوعدهم ان يصنع يعني ولكن بعد تتبعهما انه لم يصنع فتكلم فيه بكلام شديد وان الوراق هذا افسد حديث سوفيان ابن وكيع والرجع في حالي انه ضعف ضعف مطلق يعني ضعيف يا مشيخ بسبب هذا الادخال فالادخال دي اشكالية انه هو بتحتري ضبط الكتاب انه هو يصنعه في حرز لانه ممكن الطالب يدخل او يخرج من الكتاب وهو دي اشكالية كبيرة خاصة لو ادخل في اصل الكتاب فبذلك افسد حديثه من علم في عندنا مشيخ حاجة اسمه الاصنف اللي هو العالم يكتبه من شيخي ويقول محفوظ لو افسد هذا لبعده افسد لان رأس العين فسدت هذا بيسمى عندنا الادخال ولو اعلال كثير لدرجة لو ان بحسن تصفى عائلة دراكوتني وعائلة ابن ابن حاتم هيجد اعلال مرجوات كثيرة بسبب الادخال على الرواق وسبحان الله علماء الحديث ضبطوا هذا الامر تخيلوا مدى الدقة انهم يدخل وهذا لم يدخل وهذا فجراء ضبطهم لعلومهم رضي الله تعالى عنه اقرى المولى الثالث اتصال الاسناد ويعني ان كل راول في الاسناد فقد تحمل الحديث بدريق صحيح عن شيخه الى المدهام الرابع سلامة الحديث من الشدود والشدود باطلاقاته طبعا ما شيخ ان اللي هو تحمل الحديث اللي هو اتصال الاسناد اعني مشيخ لما بندرس الاسانيد لا يعجبني من الطلاب انه هو بيدرس حلقات منفصلة يعني يدرس مثلا شيخ التنميزي عن شيخ شيخ منفصل يذهب الى التقريب ويذهب الى الكاشف وكذا وكأن حلقات منفصل هلأ يا ابني الاسناد ينظر فيه بالكامل العلاقات البينية بين الشيوخ كنت بان الطلاب في البدايات نحكم على الاسناد منفصلة هذا لا يستقيم وصنعة الاسناد يكون عندك معيارية الشيخ هذا في ابي اسحاق ابو اسحاق في هذا الحديث بخصوصي هلأعل عليه لابد بعد النظر الجزئي تنظر الاسناد نظرة كلية وهذا ما يدلل على عمك دراسات نقاط الحديث انه بينظر الاسناد كاملا من عند شيخ البخاري الى شيخ الى شيخ لا ينظر حلقات معزولة لهو مسألة اتصال الاسناد وعلماء لدرجة ان سدنا البخاري اعني مسألة الاتصال والانقطاع اقلف اصلا التاريخ الكبير 13000 ترجمة من اجل هذا ادار الكتاب على مسألة الاتصال والانقطاع وكل المرويات يأتي بها من اجل لبين سماع فلان ام لم يسمع صابت اتصل ام لم يتصل ونفس النظام عني عني بها اعني ابا حاتم الرأس وغيري فمسألة الاتصال دي مهمة جدا لان باجد بعض الطلاب بينظر الى الاسناد كل راون كحلقة مستقلة كيف يستقيم لان انا بأخذ عن شيخ وشيخي عن شيخ وكذا بدليل ان احنا عندنا فيه اسم المتابعات والشوائل من اجل ان ننظر الى الاسناد نظرة كلية اما النظرة الجزئية كان بعلماء الحديث يقول لك وكان يسير على ظاهر الاسناد وكأنهم لا يحفلون باحكام منصوص كده يا مولان في الكتب وكان يسير على ظاهر الاسناد وكأن هذا طاعن باحكام طاعن خفيف بدلا من يتقول لك وكان يعني لا يعتميها ظاهر الاسناد يعني يأخذ الحلقات جزئية ويحكم فلم يحفلوا باحكام واضح من الشيخ يقرأ مولان والشرود بإطلاقاته هو ما خلف فيه الأولى والأطفن أو انفرد به المقهول الذي لا يحتمل تفرده لخصول ضبطه الخامس سلامة الحديث من العل السابس وجود العادل عند الحاجة ووجه دلالة هذه الشروط على صحة الحديث عند المحدثين أن العدالة والضبط قرينة أن العدالة والضبط قرينة على أداء الحديث كما تلقي من قائل واتصال الإسنادي على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السنة أثناء السنة دي مشايخ نظرة كلية للإسناد ليست نظرة جزئية يعني أنظر إلى العلاقات بين الشيخ لأن الأسف يا مشايخ يعني مثلا يونس بن بكير كان موزا عن محمد بن إسحاق الباحث حكم على يونس بن بكير وقال والله إن هو صدوق رغم ندام مرجوح إن هو ثقة أصلا في الغالب وقال محمد بن إسحاق وغفل عن العلاقات البين لا يعلم أن أصلا يونس بن بكير كل ما تقلم فيه من أجل إغرابه الكثير غرائب تفرد بها عن أصحاب محمد بن إسحاق الباحث أصلا ما عنده هذه النظرة من الإسناد فيبتدى هيصحة ويضعف بدون مستند فلابد من النظرة الكلية للأسنين علاقة هذا الراوي هل هو غرائب هل هو أوهام هل كان عنده مسألة الضبط مسألة التحمل عن الشيخ كل هذا نتبعه بعض الطلاب سيسألون يا مولانا ما الكاشف لهذا حقيقة يا مشايخ غالب وأنا يعني منبه على هذه القضية أعني مسألة كتب السؤالات مهمة جدا جدا لطالب العلق لأنها بتوعنا بهذه القضايا لأن السؤالات المشيخ عبارة عن كابسولات دقيقة من العالم إلى التلميذ وأيضا عصار خلاصة وإشكالات التلميذ للشيخ سبحان الله المشيخ الآن وصلنا إلى أظن سلسين كتابا من كتب السؤالات والحمد لله مطبوعة بتمامها كان أيام أستاذنا طبعا مجموعة بدألل كاننا ميطبع إلا عن مؤلف أو مؤلفين الآن وصلنا إلى سلسين كتابا من كتب السؤالات بها دقيق العلم ما لا يتخيله الباحث الحديث فمسألة السماعات وكذا مسألة دقيقة جدا خاصة تتعلق بالتصالة الإسلام يقرأ مولا وعدم الشدود يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نقاته بعينه أنه لم يدخله وهم وعدم الإعلال يدل على سلامته من القواب وأنه لم يدخله وهم فكان الحديث بذلك مقبولا لتوفر عامل النقل الصحيح والدفاع الطابع ويحكم له بالطبول طبعا المشيخ اللي هو تشدق بها أهل الاستشراق أن أعنى المحدثين عنوا بالنقد الخارجي ولم يعنوا بالنقد الداخلي وطبعا ده دليل يما شيخ حقيقة أنا بأشعر غالب الباحثين عنده نظرة انهزامية أمام الاستشراق حتى في الحق الحديث عنده نظرة انهزامية بيسميها أستاذنا شيخ الشيوخ سيدنا الشيخ عبدالله بن بي العلامة الموريتان العلامة الكبيرة يعني صاحب المقالات والمقاصد يسميها ظاهرة الضغط الحضاري الضغط الحضاري منظر إلى كأننا بقدم مقطوعة وأن المستشرق هذا عنده الموضوعية وعنده جوانب العلم وعنده كل نقل فبتجد حتى عندنا يعني الردود تكون مبتسرة يا أبناء حقيقة من خلال الخبرات مع أهل الاستشراق حقيقة ويعني لو أن أي مستشرق فعلا أنظره في هذا معلوماتهم عن السنة ضعيفة جدا يعني لا يقول أحد أن الاستشراق ويبقى حافل جدا كله خاصة يعني أن أعرف عندي المؤلفاتهم وعندي نقدة عليها يعني قالب طالب في أصول الدين عند وعي لو هو طالب جيد عن هؤلاء الذين ظلوا في الدراسات الاستشراقية خمسين عام في درجة بعضهم قالوا حوالي أربعين عام لم يحرر يعني إيه مفهوم المدار وأنا عندي من كتابي أتيت أنه عند وهم لإيه نظرية المدار أصلي لأنه علوم بعيد جدا عنه وأخذها من مستشرك آخر مع حاجز اللغة مع أنه لم يفهم هذه العلوم فسبحان الله يتكلم ويظل الكتابات سطحية حقيقة لأن بعض المشايخ بيبقل جدا النظرية الاستشراقية وأنه عندهم الموضوعية وعندهم النقد وإلى تنة نتعلم من علومهم درجة بيوصلوا بعض طلابنا إلى فرنسا وغيرها لتعلموا علم الحديث على المستشركين وإن لله وإن إليه رجعه كيف يا مولانا أن هذا وهي علوم ليست ببني أبيه وأمه أن له أن يعرفها أن يعرف هذه العلوم فواضح من الشيخ أن مسألة الهالة هو الضغط الحضاري خاصة في هذه الأوينة فنجد عند الطالب مهزوم أمام النظراء الاستشراقية وأن كل ما يقال سواء من الطعام تجد أحده ويرد رد مهزوم فلماذا يا أبناني؟ حقيقة يعني سؤال مطرح لماذا العزيمة؟ ونحن عندنا أدق منهج ما عند حد المستشركين ما عند المستشركين سواء كما لو أن أحدكم نظر إلى كتاب أعني برنارد الويس المستشرك اليهودي والراجل ده من ألد الأعداء كان ما أخفى لإعجاب بعلم الحديث حقيقة سلاسل الأسانيل والنظرة هذه ويميز الإدخال من التلقين من الوهم الجزئي أن فلان أخطأ في هذا الحديث ده شيء عجيب في هذا الزمان وما كان أوروبا عندها نقد وأعجب وأعجب من الدكتور أسد رستوم وهو رجل ليس مسلما يعني أستاذ التاريخ بالكامعة الأمريكية بيروت في كتابه مصلح التاريخ قال ولو أن أوروبا أخذت بالعقلية الحديثية أعني من علماء الأندلس لما تأخرت في نهضتها أكثر من أربعمائة عام وظل طيلة الكتاب يشيد بمن أجيد علماء الحديث لدرجة هو كان أخذ الدكتوراء من أوروبا فلما ذهب إلى المكتبة الظاهرية بسوريا وهو كان من لبنان ووجد كتاب الإلماع للقاضيات فقال وقفته على بوية وقال أن هنا أن عياضي مشيخ نقل عن أحمد وعن أئمة النقد يدرجة نقل حاجة اسمها الدارة عند المحادثين الدارة اللي هو الصف يفرقون بين المرويات أو معنى المقابلة وأن الحديث هو بالأشياء عجيب جدا وظل الرجل يعني يشيد بمنهجية علماء الحديث سواء في مستوى نقض الخبر أو سبوت الخبر أو تلقي الخبر منهجية عجيبة فلماذا أنا أقول الانهزام بسبب الضعف أن البحث أصلا ميت صور عيوم المحادثين ووقف عند المصالح واضح مشيخ فأي مستشرق لو أردت أن تهزمه ادخل معه بس في ضائرة العلد وأنا والله متحديا والله الذي لا إله غيره متحديا وعلى رؤوس الأشياء أنه يجيب له له حديث مضطرب من سبعة وجوه أن له استحالة يا أبنائي استحالة عقلية وطبعية وخارجية وداخلية ولكن الضغط للحضار يصنع أكثر مما ندخل فنحتاج مشيخ إلى مسألة ضبط هذه الأمور وأننا يعني لا نحتاج إلى يهودي أن يقول ليفخر أهل الحديث بعلم الحديثين لا نحتاج أن نقول هذا عن مرقليوس هل نحتاج؟ لا نحتاج حقيقة ربني بارك ويتحقق الباحث في الإسناد من وجود شروط القبول أو عدم وجودها بأربع خطوات رئيسة وهي الأول الأولى النظر في عدالة الروات وضبطهم وهو ما يعرف بالجرح والتعديل الثانية النظر في صحة تحمل كل راول ممن فوقه لهذا الحديث وهو ما يعرف باتصال الإسناد وانقطائه والثالثة النظر في الطرق الأخرى للحديث للتأكد من تفرط أحد الروات الإسناد بالحديث الرابع النظر في كلام العلماء على الحديث من حيث الحكم ووجود الإعلان من عدمه طبعا مشايخ المتقدم لما بيشير إلى علة بعض الطلاب المعاصرين بيهمل هذا بضرجة من أعجب ما رأيته في حياتي أن أبا داود قال وهذا حديثه المنكر المحقق ولن أذكر اسمه لأنه هو توفي رحمة الله عليه وقال ولا يسلم لأبي داود أبو داود هو المؤلف هو الذي جمع عن شيوخه وأن أبا داود أخطأ هذا يقول لنا موجود في الكتب دا أبو داود صاحب السنة هو بيقول أن الرواية موهومة والحديث بيقول فيقول يعلق على التحت بالآن ولا يسلم للمؤلف فإن الرجل ثقة وإن لله وإن إليه الرجل هذا يدلل على السطحية في الأحكام مشايخ وأن غالب من حقق بعض الكتب هو بيصير عنده طلاب أو عنده كذا بعض البحثين ويدخل على الكمبيوتر الشاملة كذا كذا أي لدرجة بعضهم قال لي أنا كنت بحكم علامات حديث في ساعة بعض المشتغلين بهذا بإفساد التراث لا نقول أنهم يحققون التراث فبيقول وكان حد الطالب يكلف بالحكم على مئتين حديث في اليوم فقلنا له كيف هذا وهذا صعب جدا ده لو أن شعبة موجود ما استطاع والله ما استطاع ده شعبة قلت له يا ابني شعبة كان قتادة شيخه يعني بيحبه جدا بيحب شعبة يعني لعنايته بالحديث فكان يسمع منه ثلاثة مرويات ثلاثة حديث فقطادة يود أن يزيد يقول لا يا سيدي حتى أحفظ شعبة بما وأنت تحكم على مئتين حديث فقال لي يا مولانا ولا سهل خالص يعني أي حكم نقلي وأي حديث أول مجهول ما تفرق معي لدرجة مشايخ الدكتورة عبد الملك دهيش محقق المختارة لضياء المقدسي فرجل يحكم على الحديث بلغة معاصرة حسنة لغيره كذا المحقق اللي هو بيدعي التحقيق هذا ويقول وقال البزار أو وقال الضياء اسناده صحيح لغيره وقال الضياء فقلت يا ربي الضياء أصلا مالوش بنفس اللغة هذه وإن أختلفها فيه كذا وكذا ده لغة معاصرة هذه استحالة استحالة يحدث هذه الضياء استحالة يقول له هذه فلاقيت يا مولانا في شملة أضافوا أحكام الراوي أحكام عبد الملك دهيش على الضياء المقدسي يجب لك الضياء ويجب لك وقال عقبه وقال اللي هو كلام المحقق فهذا المحقق البئيس نقل كلام المحقق كأنه كلام للضياء المقدسي وقال كده بيقول في الهامي وقال الإمام الضياء المقدسي في المختارة هذا اسناده مصحيح لغيره وقتلف فيه على كذا وكذا وتبقى كارسة بقى لو قال يراجع الألبان واضح من الشيخ فالشاهد إن ده دليل على أن هؤلاء لا علاقة لهم بالعلم وأنه لو قات الشيخ أحمد شاكر الشيخ محمود شاكر وهؤلاء لا ضربهم بالجريد ولا قام عليهم حد الحراب لأنهم يفسدون تراث المسلمين حقيقة يا أخي تود عمل أعمل في أي حاجة يا أخي تشغل في أي شيء أعقمت بك الحياة إلا أفسد تراث المسلمين وحقيقة ما شيخ من نجده يبتر تراث المسلمين نده الله عليه قال لي بارك لا في وقت ولا في ولدي ولا في أي شيء حقيقة لأنه أفسد تراث المسلمين لأنه بيظل الإشكالية سواف الفهوم لدرجة يعني لما نجد الإمام الصغاني اللي هو بعد موته أوصى أن يدفن فيه الحرم فيه فبيسمى يا مشايخ مكي الملحد يعني اللي هو دفن بعد وفاته في بلاده أوصى أبنائه ودفع لهم النقود وقال يدفنوني بجوار الفضيل بن عياد في الحرم فهو كده يعني ألحدى في مك فلدرجة الرجل ضبطها مكي الملحد لدرجة بعض الناس كتب كتاب الملحدون في الإسلام ودخل فيهم الإمام الصغاني وإن لله وإن إليه رجعه دليل على عدم وحد فمشايخ مسألة التحقيق مسألة مهمة جدا لها أدواتها ولها ضبطها لا أدخل على هذا الجانب إلا بعد التمرز به وفي أدواته أكره مولانا تمامي مشايخ يعني الحمد لله يعني نقف إلى هذا القدر وإن شاء الله بإذن الله تعالى مشايخ بمنسبة الكتاب والقائمين يعني يعرفوا الأعداد وإن شاء الله ننتصر بالنشر يوفر لكم الكتاب وقد نأتي به هنا إن شاء الله نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يرزحنا وإياكم حسن الانتفاع بالعلم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارك الله فيكم الله يحفظكم هل أنتم كنت من تلميزي وتروف مناوي لا لأدنى بقول على سبيل المجاز أنه شيخي في المجلسين وحتى البلزار شيخي في الدكتورة أنا تيمنا يعني بعلمائنا لأن المناوي متوفى ألف وقتلاتين ألف وقتلاتين الله يحفظكم ربنا يبارك فيه بارك الله فيكم نعم كل أنا عندي بعض الأحديث آه 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 نعم وذكر بمعنى أولاد لما أجد معكم آه نعم آه